ارتفاع معدلات الفقر في العراق هاجس مقلق يراود الحكومات العراقية مدعقدين من الزمن رغم امتلاك البلد من الثروات ما يمكن جعله في مصاف الدول متقدمة ولا يتعلق الامر هذا بكيفية استغلال هذه الثروات بقدر ما يتصل بعدالة توزيعها كما يتحدث عن ذلك خبراء في الاقتصاد حتى وقت قريب صنف ربع سكان العراق من الفقراء وفق الإحصائيات الرسمية ما جعل حكومة السوداني تواجه اختبارا صعبا في مدى قدرتها على التعاطي مع هذا الملف ويبدو انها حققت اختراقا مهما فيه اذ اعلن رئيسها محمد شاع السوداني ان نسب الفقر تدنت على ما كانت عليه في السابق ويعود مرد هذا الامر لسلسلة اجراءات اسهمت في تحقيق فارق ملموس يقول رئيس الحكومة العراقية ان المتابعة الحثيثة لهذا الملف اسهمت بتوسيع نطاق المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في العراق لتبلغ عدد الاسر المستفيدة من رواتب الرعاية اكثر من مليوني ومائة وخمسين الف اسرة عراقية وينطلق العمل الحكومي لتضويق الفقر من رؤية استراتيجية اعلن عنها في اليوم الاول لتشكيل حكومة السوداني فكان العام الحالي هو الاكبر تاريخيا بعدد الاسر التي شملت برعاة الاجتماعية بواقع تسعمائة الف اسرة وتؤكد الامم تحد في تقرير صادر عنها ان النطاق الفقر في العراق قد انحسر بالفعل ليرتفع العراق بعشرين درجة في مؤشر معني بمعدلات الفقر العالمي ورغم ان القضاء على الفقر يبقى تحديا ضخما يواجه الحكومة العراقية الحالية لكن انجازاتها في هذا المجال تدعو للتفاؤل بما يوفر للعراقيين حياة كريمة اشتركوا في القناة